موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام انا طاهر بركي وحييكم وهذه العربية 360 حيث الخبر من كل زواياه ومن جميع جوانبه امريكا تدفع نحو برميل نفط روسي عند 70 دولارا واوروبا تسعى لوضع سقف آخر لسعر الغاز ومدريد ترفض في كأس العالم منتخبات اسيا تشعل البطولة بعد انتصار السعودية على الارجنتين اليابان تهزم المانيا وتهددها بالاقصاء كعام 2018 وعيد تركيا بعملية برية في السوريا يصطدم برفض امريكي روسي واردوغان بعد التهديد يقول انه ينتظر الوقت الملائم لدينا ايضا في العربية 360 هذه الليلة شركات كبرى تعلق اعلاناتها على تويتر ووالستريت جورنل تؤكد ان موسك يتعرض لحملة من اليسار في الحرب الروسية الاوكرانية اليوم كثير من التطورات ربما ابرزها جاء من خارج ميدان المعركة وعلى بعد مئات الكيلومترات في ستراسبورغ الفرنسية حيث صنف البرلمان الاوروبي روسيا كدولة راعية للارهاب بدعوى ان الهجمات التي تشنها على اهداف مدنية في اوكرانيا تنتهك القانون الدولي هي خطوة رمزية الى حد كبير فالاتحاد الاوروبي لا يوجد لديه اطار عمل قانوني يترجم هذا القرار الى واقع اما روسيا فكان ردها مقتضبا على لسان المتحدثة باسم خارجيتها ماريا زخرافة التي اقترحت تصنيف البرلمان الاوروبي ككيان راع للحماقة بعد ذلك تعرض موقع البرلمان الاوروبي على الانترنت لهجوم سيبراني اخرجه عن الخدمة في الردود الروسية ايضا قصف جديد عبر وابل من الصواريخ استهدف البنية التحتية للطاقة الاوكرانية يقول عمدة كييف فيتالي كليتشكو ان اجلاء الاوكرانيين من كييف خلال الشتاء ليس مستبعدا لعدم قدرة العاصمة على توفير الطاقة للتدفئة هي ازمة طاقة اذا تعاني منها اوكرانيا وايضا اوروبا التي تبحث مفوضيتها وضع سقف لسعر الغاز المستخدم في التدفئة داخل دول الاتحاد ولكن دول التكتل غير موحدة تصف اسبانيا هذه الخطة بالمهزلة والمحاولة الاوروبية للاستهزاء بالعالم وانها ستعارض الامر بشدة وهو الذي قد تكون له ردود فعل عكسية في الاسواق بينما تبحث اوروبا هذه الخطة تسعى مجموعة السبع لتنفيذ خطة اخرى وبشكل عاجل وهي وضع سقفا لسعر النفط الروسي موسيقى 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 لم تؤتي العقوبات الغربية على روسيا ثمارها كما كان مرجوا منها على ما يبدو وبدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التفكير جديا بإجراءات تقيد موسكو أكثر ديبلوماسي أوروبي صرح بأن مجموعة السبع تدرس وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و 70 دولارا للبرميل كما نرى إذ يناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة هذا الاقتراح بهدف التوصل لموقف مشترك في نهاية الأمر ومن المقرر أن تبدأ مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر بتطبيق الحد الأقصى للسعر على صادرات النفط الروسي المنقول بحرا لمعاقبة موسكو على شنها حربا على أوكرانيا مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية قال إن سقف أسعار صادرات النفط الروسية سيتعدل على الأرجح بضع مرات في السنة وليس بشكل شهري الهدف الأساس من الخطوة تقليل عائدات النفط لآلة الحرب الروسية مع الحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية ومنع ارتفاع الأسعار من المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لصادرات المنتجات النفطية الروسية في الخامس من فبراير المقبل لكن للرئيس الروسي رأي أيضا إذا كانت أسعار النفط من روسيا أو دول أخرى محدودة وتم وضع حدود سعرية مصطنعة فسيؤدي ذلك حتما إلى تفاقم مناخل استثمار في قطاع الطاقة العالمية ومن ثم سيؤدي إلى نقص عالمي في موارد الطاقة وسترتفع تكلفتها وهذا أكرر سيصيب الدول الفقيرة الأسواق قابلت الأنباء بتذبذب فارتفعت في البداية تأثرا من خفاض المخزون الاستراتيجي الأمريكي ثم انخفضت بأكثر من دولار بعد ذلك تقول وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن والتي دفعت باتجاه الخطوة بشدة إن الهدف من الخطة هو تقليص عائدة صادرات الطاقة الروسية مع تجنب ارتفاع أسعار النفط لكن أوروبا تعاني وتواجه أزمة ارتفاع الأسعار وأزمة طاقة خانقة أخرجت تظاهرات غاضبة في شوارع مدن أوروبية عدة بموجب الخطة ستحضر مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا تقديم الخدمات البحرية لشحنات النفط الروسي ما لم يتم بيع النفط بأقل من سقف أسعر لكنها خطة تواجه عقبات فلتزال المحادثات بشأن الحد الأقصى مثيرة للجدل إذ يدعو عدد من البلدان بما في ذلك بولندا وليتوانيا إلى تحديد سقف أقل بكثير حول سعر الإنتاج روسيا كانت هددت بوقف البيع للدول التي تلتزم بسعر السقف لكن واشنطن قللت من أهمية تهديدات روسية لكون موسكو لا تستطيع أن تتوقف عن بيع نفطها على الأقل لحلفائها تحديدا الهند والصين وقبل أن تبدأ الخطوة بدأت الاستثناءات إذ قررت وزارة الخزانة الأمريكية استثناء النفط من مشروع الطاقة الروسي سخالين 2 المتجه إلى اليابان من السقف السعري وكالة أنباء كيودو اليابانية أفادت بأن توكيو والشركات التجارية اليابانية ستحتفظ بحصص في مشروع سخالين 2 الذي تعتبره الحكومة مصدرا مهما لإمدادات الطاقة للبلد الفقير بالموارد إذ أن واردات النفط الروسية شكلت حوال 3.6% من إجمالي الواردات اليابانية العام الماضي موسيقى موسيقى معنا من باريس الباحث الابتصادي دكتور دانيال ملحم أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة على شاشة العربية لنبدأ بموضوع سعر النفط إلى أي مدى باعتقادك ستنجح الخطط الغربية لوضع سقف سعري للنفط الروسي وإلى أي مدى ستلتزم البلدان حتى الحليفة منها للولايات المتحدة بذلك وهل يمكن فعلا لروسيا أن تنفذ تهديدها بوقف المبيعات تحية لك سيدي والمشاهدين الكرام لعم لننظر إلى الواقع نوعا ما إذا كان قرار المجموعة السابع سوف ينجح أم لا دعني أفصل في عدة نقاط نقطة الأولى نحن نعرف أن عمليا ابتداء من 5 ديسمبر الاتحاد الأوروبي سوف يوكف صادرات أو واردات النفط الروسي لاتية من البحر أثنين أغلب دول الصين والهند هي عمليا تستورد وبخصومات كبيرة جدا ثلاثة الاستثناءات التي ذكرتها سيدي قبل قليل وهذا ما نعرف عنه من استثناءات فيما يتعلق في نفوط سخالين إلى اليابان وبالتالي يمكن أن يكون هناك استثناءات من أخرى وبالتالي من سيشتري النفط الباقي اليوم نحن نعرف سيدي وبشكل جدي وحتى الولايات المتحدة هي تشتري النفط الروسي عن طريق النفوط التي تباع إلى المصافي الهندية فهو يصل إلى المصافي الهندية وبالتالي يباع بأسعار الأسواق لتالي اليوم نحن عندما ننظر إلى هذه الخطوة هي خطوة نوعا ما سياسية أكثر ما هي خطوة عملية ويمكن أن تنجح عمليا لأن اليوم التوقيت هو ملائم لهكذا لهكذا ظرف لماذا؟ لأنه عمليا تنخفض الأسعار ليس خوفا من صقوف أنا برأيي تنخفض الأسعار نوعا ما اليوم لأنه عمليا بعد تقارير صندوق النقد الدولي وكافة تقارير الدولي أن ندخل في ركود عالمي كبير ويمكن أن نستمر إلى سنتين وبالتالي الطلب العالمي سوف ينخفض وهنا عمليا يلعب الدور لصالح مجموعة السبع بتحديد هذا الصقف اليوم عندما نتكلم عن صقف 70 دولار هو صقف هجومي نوعا ما يمكن أن يضر بالعلاقات أو يمكن نوعا ما يضر بعلاقات دول أوبك لأنه تعتبر هي صقف هجومي لديها لأنه اليوم نحن نعرف أن نفوط الأورال هو يتباع بـ 65 و 62 دولار بالتالي السبعين دولار الصقف هو ليس بصقف هجومي فيما يتعلق بالنسبة لروسية إنما يتعلق بدول أوبك لماذا؟ لأن السعر العادي لدول أوبك هي 75 دولار إذا ما أخذنا في الاعتبار الاستثمارات أما إذا أخذنا في الاعتبار الاستثمارات لزيادة الإنتاج فتصل إلى 85 دولار وبالتالي عند وضع الصقف إلى 70 دولار تعتبر أوبك هي المعنية أكثر لأنه إذا بدأنا بروسية يمكن في مرحلة من المراحل تصل إلى دول أوبك لأنه اليوم نحن نتكلم عن نادي مشتريين مقابل نادي بائعين يعني تعتقد أن الخطوة أفهم من كلامك لها علاقة أبعد من النفط الروسي لتستهدف نفط دول مهمة صانعة قرار في داخل أوبك بلس إضافة إلى روسيا خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذت نعم بالطبع سيدي اليوم روسيا ليست المعنية بشكل مباشر لأن عمليا اليوم إذا روسيا ويمكن من المتوقع أن تخفض الإنتاج أنها عمليا روسيا بكل الحالات سوف تخفض إنتاجها لعدم إمكانيتها من الإنتاج بشكل كبير في المستقبل وبالتالي تخفيض الإنتاج أصبح شيء لا محال منها وبالتالي تخفيض الإنتاج الروسي سوف يحصل في حال جاء الدول السبع عمليا إلى هذه الخطوة وبالتالي يمكن أن يزيد على الأسعار ولكن عندما نتكلم بأسعار 70 دولار وأنا أستبعد اليوم بجموعة السبع أن تضع عمليا صكوف بحدود 70 دولار يمكن أن يصل إلى 75 دولار لأنه لا تريد استفزاز دول أوبيك أو ما بين 75 إلى 80 دولار هذا أنا برأيي يمكن أن تبدأ بـ 75 أو 80 دولار وبالتالي عمليا خشية عدم استفزاز أوبيك أو انتظار ردة فعل أوبيك وبالتالي يمكن أن تخفض هذه الأسعار مستقبلا مع دخولنا مع الركود العالمي وبالتالي عمليا الطالع العالمي سوف ينخفض تدرجيا ولكن ما يعادل فتح في الصين عمليا اليوم تخاف دول أوبيك عفوا دول دول غربية الأسدوئية خاصة الولايات المتحدة من موجة ثانية من التضخم الناتج عن إعادة فتح الصين إذا في حال إعادة فتح الصين من جديد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المتقلبة وخاصة ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يزيد إلى موجة ثانية من التضخم وبالتالي تؤدي إلى السياسات النقدية الدخول بشكل أسرع وشكل أقصى ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر شرح وافل جدا بقي موضوع سقف سعر الغاز هل مع الرفض الإسباني هل تتوقع أن تصل أوروبا فعلا إلى اتفاق حول ذلك؟ عمليا الميكانيكية التي وضعتها اليوم الهيئة الأوروبية أو الإدارة الأوروبية اليوم خير قابل للتطبيق هي صعبة جدا هناك شروط عمليا إذا تخطى السعر 275 دولار التي هو مرتفع جدا 275 دولار وبالتالي إذا تخطى هذا السعر هناك شرطاني أن يكون الفرق بين سعر الغاز الأوروبي مع سعر الغاز المسال هناك 58 دولار وإذا استمرت لفترة أسبوعين عمليا سوف تستخدم هذه الميكانيكية وهي ليست ميكانيكية تلقائية وإذا كان هو قائلا أن تستهرم أنا برأيي عمليا اليوم هي ميكانيكية أو آلية غير قابلة للتنفيذ أو إذا نفزت في حالات قصوى جدا وبالتالي هذه الخطوة هي خلقة ميتة بالنسبة لي حتى لو وافق عليها الاتحاد الأوروبي لن تؤدي عمليا إلى تحديد أو عمليا حماية الاتحاد الأوروبي من رفع الأسعار في المستقبل هي خطوة دفاعية نوعا ما أكثر من خطوة هجومية وبالتالي هي صعبة المنال الحل الوحيد بدأت اليوم تطفو بعض المعلومات على الأسعار هي الشراء المشترك لألمانيا وفرنسا في عقود طويلة الأجل عن طريق النروج وهنا يبدأ عمليا بداية الحل في أوروبا ويكون هذه العقود تستهدف عمليا لإنتاج الكهرباء وهكذا تستطيع أوروبا عمليا تنفس الصعادة وخاصة فيما يتعلق إنتاج الطاقة التي تستهدف الكطاعات الصناعية وبالتالي ألمانيا تستطيع نوعا ما المواء ما بين سياساتها الداخلية لأنه كان أزمة سياسية داخلية اليوم في ألمانيا وبين عمليا سياسات التحول نحو البيئة الأوروبية سأكتفي معك بهذا القدر شكرا جزيلا على هذه القراءة الباحث الاقتصادي دكتور دانيال ملحم من باريس استحياتي إليك إذن بولندا تقول طلبنا من ألمانيا أن ترسل منظومات باتريوت التي عرضتها علينا إلى أوكرانيا نذكر الكثير من الجدل حول هذا الموضوع في السابق مع الموقف الأمريكي أنذاك يبدو أنه في تغير وكالة الطاقة الذرية تقول محطة زابوريجيا نووية بأوكرانيا تعمل بمولدات طاقة بعد قطع الكهرباء ومع الخطط الغربية بتقييد موسكو اقتصاديا عسكريا على الأرض تسير أوكرانيا نحو تحرير المزيد من أراضيها بعد انسحاب روسيا من خيرسون تقاتل القوات الخاصة الأوكرانية الآن الروس في الجزر والمستنقعات إلى الجنوب الغربي من مدينة خيرسون في مسعى لتحرير شبه جزيرة كونبورنس بيت نتابع وإياكم مع شبه الجزيرة تلك التي تكتسب أهمية استراتيجية بسبب وقوعها عندما صب نهر دنيبرو تحديدا عند التقائه بالبحر الأسود يتركز القتال في كونبورنس بيت على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو التي تتمتع بمناظر طبيعية ساحرة لكنها ستكون محورية في المرحلة التالية من حرب التحرير الأوكرانية سيطرت روسيا على شبه الجزيرة في يونيو الماضي في واحدة من آخر تقدماتها الملحوظة هناك في الجنوب قبل أن تجبرها كييف على التراجع والتحول للدفاع تسمح السيطرة على شبه الجزيرة لروسيا بإبقاء قوة أعمق في البحر الأسود وحراسة الطرق المؤدية إلى موانئ في ميكولايف وخيرسون وحماية قواتها في شبه جزيرة القرم إذا استولت أوكرانيا على كونبورنس بيت فإنها ستضع خطوط إنداد روسية التي تمتد شمالا من شبه جزيرة القرم تحت مرمى أنظمة الأسلحة الأوكرانية قال فيتالي كيم رئيس الإدارة العسكرية في منطقة ميكولايف إن القوات الأوكرانية تحرز تقدما في كونبورنس بيت وسيطرت بالفعل على بلدة أوتشاكيف على بعد أقل من خمسة كيلومترات من شبه الجزيرة بينما قال مدونون عسكريون روس إن القوات الروسية تصدت الهجمات على شبه جزيرة كونبورنس بيت وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز مشكلة أخرى تواجهها موسكو وتحديدا الرئيس فلاديمير بوتين الذي وجه له مسؤولو بعض أقالم البلاد نداءات لإنهاء تعبئة القوات المستمرة رغم أعلان وزارة الدفاع انتهاءها ففي أحدث مؤشر على تصاعد الصخط أرسل مسؤولو جمهورية كاريليا وهي منطقة شمال غرب روسيا على الحدود مع فنلندا خطابا لبوتين يحضه على إصدار مرسوم يمنع الجيش من مواصلة تعبئة الجارية بسبب آثاره السلبية على المجتمع كتبت إيميليا سالبونوفا وهي عضو في الجمعية التشريعية في كاريليا إن التعبئة تمثل مصدر قلق متزايدا للأسر الروسية ومجموعات العمل والعديد من الناس يعانون من مشاكل صحية أضافت أن التصريح والخطبة العامة الصادرة عن السلطات العسكرية ليست إجراءات معيارية وبالتالي ليس لها قوة قانونية تأتي الرسالة بعدما اتهمت أوكرانيا روسيا ببدء تعبئة سرية لتجنيد المزيد من المواطنين الروس في شبه جزيرة القرم المنطقة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014 هيئة الأركان الأوكرانية ذكرت أن إجراءات التعبئة السرية في صفوف القوات الروسية ما زالت جارية في شبه جزيرة القرم فيما نفل كرملين قائلا إنه لا توجد مناقشات بشأن تعبئة ثانية أو سرية وتعبئة ثانية أو شبه جزيرة وشبه جزيرة قائلا وشبه جزيرة قائلا بعد يوم من تصريحات الرئيس التركي رجبطي بردوغان باقتراب العملية العسكرية البرية في سوريا يعود اليوم ويقول أن تركيا ستطلق هذه العملية في الوقت المناسب ربما تأتي التصريحات بسبب ما أعلنته روسيا وأمريكا عن ضرورة التجنب هذه العملية لكن في الأثناء تقول تركيا أنها قصفت جواً نحو خمسمائة هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا منذ الأحد الماضي ولكن دون تواغل على الأرض داخلياً وعلى الأرض يهتز الشمال الغربي في تركيا بسبب زلزال يضرب تلك المناطق أما خارجياً وعلى الحدود الجنوبية الشرقية تهتز الأرض شمالية سوريا والعراق لكن بسبب الضربات الجوية التركية هناك العملية التي وصفت بالأكبر والأشمل والأكثر فاعلية في شمالي العراق وسوريا وأسفرت عن تحييد مائتين وأربعة وخمسين مسلحاً وأصابت أربعمائة وواحداً وسبعين هدفاً وفق وزارة الدفاع التركية عملياتنا المستمرة بالطائرات والمدفعية والطائرات بدون طيار ليست سوى البداية وعيد بمزيد من الضربات بموازات القصف الجوي والمدفعي إلى زحف القوات البرية وفي الوقت المناسب بحسب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك ما يخشاه النظام السوري الذي تتزايد مخاوفه من تكرار الرئيس التركي تحذيراته من أن جيشه قد ينفذ تواغلاً برياً جديداً في سوريا وهو أمر تعهدت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة بالتصدي له مقابل حث روسيا لتركيا بالتحلي بضبط النفس والامتناع عن شن هجوم بري واسع النطاق في سوريا فيما تثير الضربات التركية التوتر مع النظام السوري أيضاً إضافة إلى أن تلك الضربات التركية أصابت مواقع لجيش النظام السوري أسفرت عن مقتل وإصابة جنود ضربات قد تلغي لاتفاق الضمني في الخصومة ضد الأكراد السوريين بين أنقرة ودمشق دمشق التي تعارض سيطرة الأكراد على نحو ثلث أراضي البلاد ومنها الشرق الغني بالنفط لتظل مواقع الأكراد في الشمال السوري كما العراقي أيضاً بؤرة لصراع مشتعل على الدواب أعلنت شركة أودي المصنعة للسيارات الألمانية وقف كل أنشطتها على موقع تويتر على خلفية استحواذ إيلون ماسك إلى ذلك أعلنت مجموعة فولكسفاجن للسيارات الألمانية أنها ستوقف إعلانات كل الشركات التابعة لها كسيارات سيات ولامبورغيني وبنتلي ودوكاتي وبورش وقالت صحيفة واشنطن بوست أن الثلثة المعلنين الكبار في تويتر أوقفوا إعلاناتهم خلال الأسبوعين الماضيين كان إيلون ماسك اتهم جماعات حقوقية بانتهاك اتفاق معه يساعد على استمرار الإعلانات على تويتر استحواذ إيلون ماسك على تويتر خطوة مهمة على طريق ضمان حرية التعبير عالميا ولكن بحسب صحيفة وول ستريت جورنل الصحيفة قالت إن شركات التقنية الأكبر في العالم أوجدت أنماطا معينة من الخطاب وإذا لم يتم الالتزام بهذه الأنماط فسيكون الحظر هو البديل خلال هذه الفترة حاولت العديد من المدافعين عن حرية التعبير حاولوا شق طريقهم لكنهم تعرضوا للقمع من عمالقة التكنولوجيا المهيمنة وحاول البعض إيجاد منصات بديلة مثل بارلر وتروث سوشل كبديل عن تويتر ومجددا ووجهوا بحظر التطبيق على متاجر التطبيقات وول ستريت جورنل قالت إن إيلون ماسك يسعى لضمان حرية التعبير خاصة مع انتلاكه الآن لخامس أكثر وسائل التواصل الاجتماعي نشاطا في العالم فكرة ماسك عن عدم وجود قيود على التعبير قوبلت بآراء متضاربة بين من اعتبره إنجازا ومن اعتبره يفتح الباب لخطاب الكراهية أشارت الصحيفة أيضا إلى القيود التي وضعتها شركات التكنولوجيا على التعبير خاصة خلال ذروة جائحة كورونا ما كان له تأثير حقيقي على السياسة والطب والإدراك العام للشعوب موقع تويتر وخطط ماسك ستستمر مثل ما يشاء خاصة وأن القوانين الأمريكية تتيح للشركات الخاصة أن تضع قوانينها الخاصة وول ستريت جورنل في مقالها التحليلي اعتبرت أن إيلون ماسك سيرمي حجرا في بركة عمالقة التقنية وقد يثير نقاشا حقيقيا حول حرية التعبير إضافة إلى أنه قد يواصل فضح الفساد والانتفاخ داخل شركات التكنولوجيا والطرق التي تستخدمها لكبت الأصوات المعارضة لملاك هذه المنصات وهم في أغلبهم من اليسار في الولايات المتحدة جهود ماسك بحسب وول ستريت جورنل مجرد مشروع رأس مالي آخر قد يكون ناجحا أو لا من وجهة نظر اقتصادية لكن من وجهة نظر اجتماعية فقد بدأ بالفعل بخرق السقف الذي وضعته وسائل التواصل الاجتماعي اليسارية معنا من سان فرانسيسكو مرسل العربية حسين الطوض أهلا بك حسين وآخر ما وصلك من أنباء ما رأيته أمامك ربما ما استمعت إليه من أحاديث من موظفين حاليين أو سابقين مع التطورات الأخيرة بخصوص تويتر تحية لك طاهر موضوع الإعلانات وموضوع حرية التعبير وتبادل الاتهامات مع تويتر والجهات الأخرى كراء الثلج في الحقيقة تكبر وتكبر كل يوم الثابت الوحيد حتى الآن أن الشركة التي أقف أمامها في سان فرانسيسكو ما زال القائمون عليها يرفضون التحدث إلى وسائل الإعلام اليوم قمت بمحاولة جديدة وحاولت التواصل مع أحد فيها ودخلت إلى قرب البوابة الرئيسية لكن كالمعتاد قوبلت برجال الأمن حول المكان طلبوا مني عدم التسجيل وعدم إحضار الكاميرا وسألتهم هل يمكنني التواصل مع أحد قال يمكنك أن تدق الباب وترى إذا كانوا سيتواصلون معك وبالفعل هذا ما فعلته اقتربت من البوابة الرئيسية لشركة تويتر حاولت التواصل مع الموظفين لكنهم عندما عارفوا أن صحة صحفي رفضوا الحديث معي كما هو المعتاد هم لا يعطون تصريحات شركة تويتر تلتزم بالصمت حتى الآن في ظل ما يحدث طبعا نحن نريد أن نتحدث لنعرف ما يجري ولسيمة أنه مؤخرا إيلون ماس كما نقل عنه أعلن طاهر انتهاء مرحلة الإقالات وبدأ مرحلة التوظيف نريد أن نعرف كيف سيكون هذا التوظيف لأنه أقال بأنه سيركز سيعطي الأولوية للمهندسين ولموظفي المبيعات ولكن حتى الآن الموظفون داخل المؤسسة الذين بقوا وهم عددهم بالمناسبة 2700 بحسب آخر التقديرات لا يريدون التحدث هناك خوف عندما لا سأل أي موظف يخرج من هذا الباب حتى لو كان من تويتر يرفض الحديث أو ينكر أنه يعمل في تويتر نشعر بأن هناك خوف الآن داخل هذه المؤسسة كما علمنا بعض من أقيلوا لأنهم عبروا عن رأيهم على تويتر أو على أي وسيلة التواصل الاجتماعي لهذا الآن الباقون ملتزمون بالصمت نحاول التواصل مع آخرين ولكن من الصعبة المسؤولة لهم حاليا نحن نحاول دائما ذلك ولكن الأمر ليس بهذه السهولة بالنسبة للإعلانات طاهر بالفعل الشركات الكبرى الآن تواجه ضغوطا من الجمعيات المدنية والتي تضافع عن الحقوق ومن ناشطين كثر يعتبرون أن إيلون ماسك من خلال ما يقول بأنه حرية تعبير هو يسمح للمتطرفين ويسمح بانتشار خطاب الكراهية وأيضا خطاب المعادل السامية كما يقولون لهذا هم يدفعون ويدغطون على الشركات الكبرى ليوقف الإعلان في تويتر ويتهمون ماسك في المقابل كما يتهمون ماسك بأنه لم يلتزم معهم كان هناك اجتماع سابق في بداية هذا الشهر قال لهم ماسك أنه سينشئ مجلس لمراقبة المحتوى لمحاربة خطاب الكراهية أو لوقف خطاب الكراهية ومعالجته ولكنه عندما أعاد تفعيل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب هذه الجمعيات وهؤلاء الناشطون اعتبروا أن ذلك عدم التزام من ماسك بالوعدة الذي أعطاهم إياه ومنذ ساعة فقط نشر إيلون ماسك تغريدة على حسابه في نفس الموضوع الذي تتحدث عنه يسأل متابعيه هل على تويتر أن يقوم بعفو عام عن كل الحسابات الموقوفة إذا لم تخرق القانون أو إذا لم تتورط في أي رسائل إلكترونية مزورة فضيعة وهناك الكثير من التصويت على هذه التغريدة بانتظار أن يفعل ذلك ربما ما يدري كما فعل من قبل في حسابات معينة هنا النقطة طاهر الجمعيات الحقوقية والناشطون لا يعتبرون أن هذا التصويت يعقص رأي الأمريكيين ولا يعتبرون أنه يعقص أيضا الشفافية ماسك كان بعضهم بالشفافية بالتعامل مع هكذا مواضيع هم يرفضون هذا التصويت هم لا يعتبرونه شفافية هنا الجدل الكبير الآن بين ماسك من جهة وبين الناشطين والجمعيات المدافعة الحقوقية المدافعة عن الحقوق المدنيين التي تحارب كما تقول خطاب الكراهية وخطاب معادات ألسامية هذا هو الرفض المتبادل بين الاثنين وعدم في ظل رفض كما قلنا رفض شركة تويتر التواصل مع الصحفيين إدلاء بتصريحات رسمية نحن ما نسمعه عن تويتر الآن هو تصريحات لبعض الموظفين السابقين أو الذين قيلوا يتحدثون في الكثير من الأحيان بشرط أن لا يتذكر أسمائهم الحقيقية أو من بعض الموظفين الذين ما زالوا يعملون في الداخل ولكن يرفضون الأفساح عن أسمائهم الحقيقية لكن لا يوجد بيان رسمي من تويتر حول الموضوع هذا يزيد من الغموض ويزيد أيضا من التشكيك من قبل الناشطين ومن قبل الجمعيات الحقوقية لسيما أن ماسك كما يقولونهم بأنه لم يستشرهم مثلا بموضوع إعادة تفعيل حساب دونالد ترامب وعدد من الشخصيات التي يصفونها بأنها متطرفة على الأقل هو لم يغير فقط في تويتر تحجج بموضوع التصويت ليفعل ما يريد إنما غير كثيرا أيضا في أولويات وسائل الإعلام العالمية ومثل الكثير من نشاطاتك اليومية أنت كما انتقلت من أمام المؤسسات الرسمية الأمريكية إلى أمام تويتر وربما لاحقا إلى مؤسسات وسائل تواصل أخرى وربما هذا النوع من التغطيات سيسود في فترة ما من الزمن من يدري من سان فرانسيسكو مراسل العربية حسين توت شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وفي العربية 360 أيضا الجمهوريون يبدأون خطة عزل بايدن ويستهلون الطريق في وزير الأمن الداخلي أهلا بكم من جديد الثالث من يناير من العام المقبل نقطة بداية لتحقيقات بشأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما يتسلم الجمهوريون منصة قيادة مجلس النواب الدورة الثامنة عشرة بعد المئة للكونغرس الأمريكي قد يطغى عليها تشكيل لجان تحقيق مع عدد من مسؤولي الإدارة بعدما وعد بعض من الجمهوريين بذلك إذا آلت إليهم أغلبية الغرفة الأدنى من الكونغرس الملف الأول سيكون مع ملف الهجرة غير القانونية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة والذي كان محور اهتمام للناخبين الجمهوريين خلال الانتخابات النصفية فوضى الحدود بحسب الجمهوريين يرى مراقبون أنها ستكون منطلقا للحزب الجمهوري للوصول إلى بدء محاكمة جو بايدن باعتباره أكبر مسؤول في الإدارة بحسب الرئيس المرتقب لمجلس النواب كيفين مكارثي في 42 days, a united Republican House takes control في 42 days, we end one-party Democrat rule in Washington a new House Republicans will work to stop Joe Biden's assault on our laws, our borders and our border agents we will use the power of the purse and the power of the subpoena now let me be clear those responsible for this disaster will be held accountable مكارثي طالب وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بالاستقالة وإلا واجه أسابيع من التحقيقات أمام لجان الكونغرس ومن مدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك قال مكارثي إن الحدود شهدت في عهد مايوركاس دخول أعداد كبيرة من منهم على لوائح مراقبة الإرهاب إضافة إلى مرور كميات قياسية من المخدرات شمالا باتجاه الولايات المتحدة his actions have produced the greatest wave of illegal immigration in recorded history our country may never recover from Secretary Mayorkas' dereliction of duty تع لم يكن على الترتيب في تكثر كثيرة في زيادته. اة إلا يعدون وبما يجبع внутри هذا المناسب. أم يريد أن يiendر في الرسل фин 하면서 للرavan علاقة وي يجب التحقيق أن ج mantle الأحد من الرست ويق Fantarez سيقوم بإمكاننا أن نبدأ بإمكاننا الوزارة رأسة ألاعب سياسية على حد قولها لكن في الكواليس تحدث مسؤول في البيت الأبيض التقى بمحامي الإدارة الأمريكية مع مسؤولي وزارة الأمن الداخلي للبدء في الاستعداد للتحقيق مع الوزير مايوركاس فيما يتوقع أن يكون واحدا من عدة تحقيقات متعلقة بإدارة بايدن الحديث في الجانب الجمهوري عن أزمة الهجرة أمر تدركه الإدارة وأيضا وزارة الأمن الداخلي عندما طلب مايوركاس من مدير هيئة الحدود والجماركة الاستقالة قبل أيام وكما هو الحال مع الوزير مايوركاس رفض المسؤول كريس مايوركاس الاستقالة رغم إبلاغه بأنه سيطرد إن لم يغادر بمفرده إلى أن رضخ مايوركاس للأمر الواقع وفي وقت لاحق أصدر البيت الأبيض بيانا يشكر فيه مايوركاس على مسيرته المهنية التي استمرت أربعين عاما في الخدمة العامة يوم في العربية 360 من دورة تشيلي في أمريكا الجنوبية وهي لثوران بركان ذيلاريكا جنوب البلاد والذي أصبح نشطا مؤخرا يقع البركان على جبل ليصل ارتفاعه لأكثر من 2800 متر وتظهر الصور الملتقطة من بعيد وهج الحمام خلال الليل السلطات حذرت السكان من انتجار كبير محتمل للبركان كما عطلت تحليق الطائرات فوق تلك المنطقة تصريح اليوم في العربية 360 لرئيسة وزراء سكوتلندا نيكولاس سترجن وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم جواز إجراء استفتاء لانفصال سكوتلندا عن المملكة المتحدة دون موافقة البرلمان البريطاني تقول سترجن إنها لن تتخلى عن مسار الاستفتاء وستواصل السعي لتحقيق الانفصال مشيرة إلى أنها ستبحث عن وسائل أخرى قانونية تسهل على السكوتلنديين الحصول على الاستفتاء اعتبرت رئيسة وزراء سكوتلندا أنها لو فازت في الانتخابات البرلمانية المقبلة فذلك يعتبر استفتاء فعليا من السكوتلنديين على رغبتهم في الانفصال عن بريطانيا فيديو اليوم في العربية 360 هو من الصين التي أعادت فرض قيود فيروس كورونا من مدينة تشينكتشو الأمر الذي أثار احتجاجات من العمال في مصنع آيفون في المدينة حاولت سلطات حجر العمال الذين احتجوا وحطموا كاميرات المراقبة في المصنع وذلك رفضا للظروف السيئة للعزل ونقص الغذاء وبسبب فصلهم عن المجتمع بشكل كامل الاحتجاجات اندلعت في مصانع أخرى في المدينة وشهدت مواجهات بين العمال وقوات الأمن وشهدت مواجهات بين العمال وقوات الأمن